بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله ولا إله إلا الله الله يا الله والله أكبر عوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد والي طيبنا الطاهرين واللعن الدائم على عدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين الكلام في كتاب الطهارة للشهيد الأول مع شرح الشهيد الثاني الروضة البهية كان الكلام في تعريف الطهارة تقدم الطهارة لغتان بمعنى النظافة والنزاها من الأدناس وشرعا هو استعمال طهور مشروط بالنية وتقدم أن المراد من الطهور هو الماء والتراب وسيأتي أيضا دليله فإذا طهور يعني ماء وتراب فاستعمال طهور يعني استعمال الماء والتراب مشروط بالنية يعني ليس مطلق استعمال الماء والتراب بل استعمال الماء والتراب اللي تكون النية شرطا فيه شرطا في استعمال في هذا الاستعمال طبعا مشروط بالنية يعني مشروط بقصد القربة نية القربة هذا المقصود من النية كان الكلام فيه أن هذا التعريف له جنس ولو فصل استعمال طهور طبعا الطهور قلنا صيغة المبالغة بمعنى وإن كان هو المبالغة في الطهارة ولكن المراد هنا تقدم سابقا هذا كله الطهر في نفسي المطهر لغيره يعني المراد من الطهور يعني كون الماء والتراب استعمال الماء والتراب كونه طهر في نفسهما ومطهر لغيرهما ليس مطلق استعمال الماء والتراب بل استعمال الماء والتراب النية فيها شرط قصد القربة فيها شرط قلنا أن استعمال طهور الاستعمال بمنزلة الجنس يدخل فيه فيه يعني الاستعمال الماء والتراب سواء كان الوضوء والغسل والتهمم اللي الطهارة فيه شرط النية فيه شرط أو لا استعمال الماء والتراب اللي الطهارة ليس فيها شرط كما يأتي بعد قليل من قبيل غسل الثياب أن غسل الثوب ليس شرطا فيه ثم يقول وخرج بقوله يعني عند المصنف عندما قال مشروط بالنيلي والفصل بمنزلة الفاصل ماذا خرج خرج إزالة النجاس عن الثوب والبدن وغيرهما عندنا هناك شخص يخسل ثوبه شخص يخسل بدنه هذا أيضا استعمال استعمال الماء استعمال للطهور ولكن هذا استعماله للطهور لا يكون النية شرطا فيها نعم إذا نوى النية يكون سبب في تحقق الكمال أنه يكون الأمل كامل يكون سبب في حصول الثواب فإذا عندنا الأعمال على نحوه أعمال توصلية وأعمال تعبدية الأعمال الأمور التعبدية يعني لا يصح العمل إلا مع قصد القربة من قبيل الصلاة أن الصلاة بدون قصد القربة لا يتحقق الوضوء كذلك يحتاج إلى قصد القربة إلى نية أما بالنسبة إلى الصلاة أما بالنسبة إلى غسل ثوبي غسل البدان الآن شخص يريد طهر ثوبة هل يشترط في طهارة ثوبه أن ينوي قصد القربة لا نعم يعني بعبارة أخرى لو غسل ثوبه بدون أي قصد العمل يكون صحيحا ما بإشكال غاية الأمر أنه لو نوى قصد القربة في غسل ثوبي مثلا ينوي أنه قربة إلى الله تعالى حتى أكون على طهارة ثوب يكون طاهر حتى أنا مثلا عندما أريد أن يصلي أكون في حالة حضور في حالة أكون حاضر أقرب إلى الصلاة أو لا أكون على طهارة ونفس هذا العمل في حد ذاتي راجح فأنه يقصد القربة قربة إلى الله تعالى الآن هذا الشخص عمله يكون كامل يعني شنو كامل يعني يثاب على عمله لماذا لأجل نيته أما لو لم ينوي قصد القربة ما حصل عند نية الغسل ثوب صحيح نعم صحيح فإذن إذ بما أنه هذا العمل غسل الثوب غسل البدن غسل الحائط غسل الأمور للأرض صار ناجس أريد أن غسل له طهارة الأرض لا يشترط أن أنوي قصد القربة العمل غير مشروط فإذن إحن ماذا اشترطنا في تعريف الطهارة استعمال الماء والتراب اللي يكون مشروط بالنية وهذا استعمال الماء والتراب غير مشروط بالنية فإذن يجوز فإذن خارج عن التعريف لأن هذا الفعل غير مشروط نعم لو نواء النية صحيح فيها ويثاب على عمله ويكون العمل كاملا ولكنه ليست النية شرطا فيها ولذا يقول وخرج بقول هي يعني خرج بقول المصنف من شلو يخرج من التعريف بأي قيد بقيد الفصلة قال الطهارة استعمال طهور مشروط بالنية فعندما قال استعمال طهور يعني استعمال الماء والتراب شمل أمرين شمل استعمال الماء والتراب اللي يكون العمل فيها مبيح وشمل استعمال الماء والتراب اللي عمل ليس فيها مبيح نعم خرج بقوله مشروط بالنية لهو بمنزلة الفصل لأنه استعمال الماء والتراب كان عام يشمل حتى غسل الثياب غسل الآر تطهير الآر تطهير الثوب ونحو ذلك عندما قلنا مشروط بالنية هذه الأعمال غير مشروط بالنية فخرجها ولذا يقول وخرج بقول المصنف في تعريف الطهارة مشروط بالنية ماذا خرج إزالة النجاسة المراد إزالة نجاسة يعني تطهير تطهير النجاسة إزالة النجاسة يعني ثوب والبدن يعني تطهير الثوب والبدن من النجاسة وبعد يعني شخص طهر ثوبه طهر بدنه غيرهما غير ما مثل شنو شخص طهر الفرش شخص طهر مثلا الأرض والحائط ونحو ذلك فإن النية ليست شرطا في تحققه النية هنا المقصود من النية يعني قصد القربة الآن قصد القربة ليست شرطا في تحقق في تحقق التطهير في تحقق إزالة النجاسة ولذا يقول فإن النية يعني يعني يعلل فإن النية يعني قصد القربة ليست يعني ليست النية شرطا في تحققه يعني في تحقق إزالة إزالة النجاسة أو في تحقق تطهير الثوب والبدن وإن اشترطت من اشترطت ضميره يرجع إلى النية وإن كانت هذه النية شرط في كماله يعني شرط في كمال التحقق إذا أردنا أن يتحقق هذا العمل كامل يتحقق بنحو الكمال لابد أن ننوي قصد القربة يعني أغسل ثوبي ويكون هذا عملي كامل يعني شنو عملي كامل شيء ثاني يأتي أعطف تفسير وترتب الثوابي على فعله يعني الثوابي ترتب على فعل التطهير على فعل الإزالة خب وبقيت الطهارات الثلاثة منداجة في التعريف الآن عندنا ثلاث طهارات شنو طهارات ثلاثة يعني وضوء غسل تيمم الآن الوضوء والغسل والتيمم باقي ومندرج تحت التعريف لأن الوضوء والغسل والتيمم يصدق عليه شنو استعمال طهوه يعني استعمال الماء والتراب مشروط بالنية أن الغسل الوضوء التيمم كلها استعمال الطهور مشروط بالنية هذا داخل في التعريف مندرج في التعريف خب هذا أكو عدة صور تارة الطهارات الثلاثة الوضوء والغسل والتيمن تارة يكون واجب وأخرى يكون مبيح مثل شنو واجب عندنا غسل واجب شخص مثلا يغتسل غسل للجنابة محدث بالحدث الأكبر يغتسل غسل للجنابة فعندما يغتسل هذا شنو لأجل الصلاة بعد دخول الوقت هذا غسل واجب وضوء مستحب مثال شنو عفوا وضوء واجب مثال ما هو الوضوء الواجب من قبيل شخص محدث بالحدث الأصغر يعني حدث أحد نواقض الوضوء الآن يريد يتوضأ عندما يريد يتوضأ بعد دخول الوقت يكون الوضوء واجبا تيمم واجب من قبيل شخص معذور ما عنده ما عنده عذر شرعي بحيث لا يستطيع الوضوء له ضرر محدث بالحدث الأصغر أو الأكبر يتيمم بدل عن الغسل أو التيمم في شيء يصير يكون هذا تيمم واجب غسل واجب ووضوء واجب هذا مثال الواجب مثال المستحب ما هو المستحب أنه شخص قبل دخول الوقت يريد يكون على طهارة الآن الكون على طهارة إذا محدث بالحدث الأكبر يغتسل أو يتوضأ هذا كلهما مستحب أو لا شخص معذور يتيمم قبل دخول الوقت هذا شنو؟ هذا مستحب يكون الكون على طهارة هذا أمر مستحب أو لقراءة القرآن هذا أمر مستحب هذا تيمم شنو؟ مستحب الآن يقول مبيح وغير مبيح يعني شنو طهارات الثلاثة مبيحة وغير مبيحة لحظوا الأمثل اللي مثلنا كلها كانت أمثلة لهو حسب القاعدة أن الطهارات تكون مبيحة مو فقط مبيحة بل رافع للحدث يعني شخص مجنب اغتسل شخص محدث بالحدث الأصغر صادر منه ما يوجب الوضوء فتوضأه الآن هذا شيء يكون رافع للحدث مو فقط رافع يبيح الدخول في الصلاة يعني الصلاة بيجوز ولكنه عندنا أفراد من الوضوء أفراد من الغوصل أفراد من التيمم هذا لا يبيح الدخول في الصلاة طبعا المبيح يعني إذا ارتفع الحدث قطعا مبيح هناك بعض الصوار الوضوء والغسل اللي يكون فيهما الطهارات الثلاث مبيحة للدخول في الصلاة ولكن لا يرفع الحدث ولذا تعبير المبيح تعبير أعم من تعبير الرافع للحدث يعني قد لا يرفع الحدث ولكن يبيح الدخول في الصلاة من يا قبيل شخص المرأة المستحاضة المرأة المستحاضة بالاستحاضة القليلة تتوضأ لكي هذا الوضوء المستحاضة يصح منها الدخول في الصلاة يعني إباحة الدخول إباحة يعني شنو؟ يعني يجوز يعني الصلاة بيكون جائز ونافذ يعني صلاة صحيحة الصلاة منها تصح ويجوز لها الدخول يبيح لها الدخول في الصلاة ولكن هي الآن محدثة؟ نعم هي محدثة والوضوء لا يرفع الحدث بخلاف الوضوء سابقا كان يرفع الحدث وكذلك المستحاضة المتوسطة والكثيرة تغتسل عندما تغتسل المرأة المستحاضة الغسل هاش يكون لا يكون رافع للحدث وإنما يبيح الدخول في الصلاة مثال آخر شخص مسلوس أو مبطون نستجرب الله هناك عندنا سلس وعندنا المبطون اللي يخرج منه الغائط طبعا في تفاصيل نحن نبين مسألة بنحو الإجمال في محل يأتي أنه المبطون اللي يخرج منه الغائط لا يستطيع الإمساك والمسلوس اللي يخرج منه البول لا يستطيع الإمساك فهذا الشخص يتوضأ عندما يتوضأ يدخل في الصلاة هذا هو مبيح للدخول في الصلاة أما هو محدث؟ نعم هل يرتفع الحدث؟ لا يرتفع الحدث فإذن وضوءه لا يرفع الحدث وإنما يكون يعني فرض الكلام أنه إذا توضأ وخرج منه الحدث مع ذلك ماذا جاز له الدخول في الصلاة؟ ليش؟ لماذا يجوز؟ لأنه توضأ ووضوءه مبيح للدخول في الصلاة أما لم يرفع الحدث فإذن تعبير المبيح بمعنى يصحه الصلاة يجوز دخوله في الصلاة والصلاة فيه صحيح والصلاة يكون وليس بمعنى أنه يبيح الدخول في الصلاة بمعنى أنه رافع للحدث لا الحدث موجود نعم إذا هو كان توضأه وارتفع الحدث نعم أيضا يكون مبيح يعني بعبارة أخرى الطهارات اللي بشكل عام شخص يتطهار هذا مبيح للدخول في الصلاة ورافع للحدث كلامنا أن كلمة المبيح قد يكون مبيح ولا يرفع الحدث مثلنا بهذه الأمثلة فهذا صورة المبيح بينا وجه النقطة المبيح أنه هناك بعض الصور الحدث باقي ولكن أكو إباحة وإنما إذا ارتفع الحدث قطعا أكو إباحة وإنما وأيضا هناك الصور نريد نذكر غير مبيح يعني وضوء غير مبيح مثل شنو؟ غسل غير مبيح الوضوء غير المبيح مثل يا وضوء عندنا شخص توضأه هناك عندنا بعض المكروهات شخص إذا ساكان مجنبا يكره للمجنبي أن يأكل المجنبي يكره أن يكل إلا أن يغتسل إذا أراد أن يأكل لكي ترتفع الكراهة ماذا يفعل؟ يتوضأ هذا وضوء لا هو رافع للحدث ولا يبيح الدخول في الصلاة وإنما شنوه؟ يرتفع الكراهة فقط يعني كراهة الأكل فإذا المجنب لكي يعاود الجماع ثانيا هذا مثال آخر أيضا أنه يتوضأ ترتفع الكراهة فإذا يتوضأ هذا وضوء المجنب لا هو رافع للحدث ولا يبيح الدخول في الصلاة فإذا عندنا وضوء غير مبيح أو مثلا كما يأتينا بعد ذلك مثلا غسل المستحب طبعا ما عدا غسل الجمعة هذا لا يبيح الدخول في الصلاة على المشهور القدماء أما الآن قد يأتي فقه يقول إذا ثبت الاستحباب أنه ذك بحث آخر نحن نمثل بناء على رأي المشهور في ذلك الزمان اللي كان الفقاء يفتون بأن الغسل المستحب لا يبيح الدخول في الصلاة فإذا التعريف التعريف اللي فيما نحن فيه يشمل الطهارات الثلاثة وضوء غسل وتيمم سواء كانت واجبة أو كانت مستحبة وسواء كانت مبيحة أو كانت غير مبيحة فمجموعة الصور كم صورة صار؟ اثنى عشر صورة كيف؟ عندنا طهارات ثلاثة وضوء غسل ثمهم وكل واحد منهما واجب مستحب اثنين نظروا في الثلاثة صار ستة وكل واحد من هذه الأفراد الستة ينقسم إلى مبيح وغير مبيح فصار الصور اثنى عشر صورة فإذا ما هو الدليل هذا الإطلاق؟ لماذا هذا التعريف يشمل كل هذه الصور؟ يقول الدليل على شمول أو القرين على شمول كل هذا طبعاً هذا ملتقلمة للإشكال اللي سيأتي لاحقاً الدليل على هذا التعلم ما هو؟ ментة hopes ما المراد من الطهور؟ لأنه في التعريف ماذا قلنا نحن نريد أن نعرف الطهارة الطهارة يراد من عنده من المراد من الطهارات يشمل جميع الطهارات الثلاثة لماذا؟ لأن في التعريف ماذا قلنا قلنا استعمال طهور ومشروط من نية من جملة أجزاء التعريف الطهور وقلنا الطهور المراد من عنده الماء والتراب؟ سيأتي من الشهيد الأول أن الماء والتراب هو الطهور ما يقيد أن الطهور هو الماء أي ماء ما قال الماء والتراب إذا كان رافعا أو كان مبيحا ما قيده فيصير عام سواء كان هذا الماء والتراب رسواء كان مبيح أو غير مبيح. واجب أو غير واجب فإذا هذا حصل عاما بأي دليل؟ بقرينة ما يأتي أن عندما الشهيد الأول يفسر الطهور ما يقيد الطهور هو يقول المراد من الطهور الماء ما يقيد الماء والتراب ما يقيد التراب أن الماء والتراب اللي هو خصوص المبيح لا ما قيده في سرعا ولذا نحن أممنا هذا التعميم فإذا يا طهارة المراد من الطهارة الطهارات الثلاثة يقول وبقيت نقرأ هذا المقدار حتى لأنه بعد قليل يشرع في الإشكالات يذكر المصنف أربعة إشكالات الذين استطيع اليوم نأخذ من الإشكالات وإذا بقي في يوم في الدرس اللاحق يقول وبقيت الطهارات الثلاثة مندرجة في التعريف الطهارات الثلاثة داخلة في التعريف كيف لأن الوضوء والغسل والتيمم يصدق على الثلاثة استعمال طهور يعني استعمال الماء والتراب مشروط بقصد القربة مشروط بالنية سواء كان هذا واجب أو مستحبة واجب ومندوب مندوب يعني مستحب سواء كانت هذه الطهارات الثلاثة واجبة مندرجة في التعريف وبقيت الطهارات الثلاثة مندرجة في التعريف واجبة ومندوبة اللي يصير حال من الطهارات الثلاثة واجبة ومندوبة مبيحة وغير مبيحة وسواء كانت هذا إطلاق آخر سواء كانت هذه الطهارات الثلاثة مبيح للدخول في الصلاة أو غير مبيح مثال المبيح شنو؟ يعني مضافا إلى الغبض والغسل والتيم ومرافع للحدث هذا مبيح قطعان نذكر بعض الأمثل اللي فقط أكو بها بدون رفع الحدث أيضا ولكن مبيح مثل شنو؟ من قبيل شخص يتوضع ولكن المرأة المستحاضة بالإستحاضة القليلة وضوءها أو تغتسل هذا غسلها غير رافع للحدث وكذلك المسلوس والمبطون وضوءه غير رافع للحدث ولكنه يضيح الدخول في الصلاة غير مبيح مثل شنو؟ وضوء المستحاضة في مصلها هذا مستحب المرأة المستحاضة لا يجب عليها الصلاة في أيام الحيث ولكنه يستحب لها أن تتوضع وتجلس في مصلها هذا وضوءها شنو؟ غير مبيح في الدخول في الصلاة وكذلك وضوء المجنب لرفع الكراهية الآثل ونحو ذلك يقول مبيحة وغير مبيحة طبعا هذا الإطلاق من أي دليل تقول مبيح وغير مبيح يقول إن أريده بالطهور إحنا قلنا المراد من الطهارة الثلاثة المبيح وغير المبيح بأي دليل أنت تعمم؟ يقول إذا أردنا من الطهور مطلق الأرض والتراب أما إذا قلنا المراد من الطهور في التعريف خصوص التراب المقيد خصوص الماء المقيد يا ماء المبيح يعني الماء الذي يبيح لنا دخول في الصلاة بعد في المراد من الطهارات يقول ما المراد من الطهور؟ ما المراد من الطهور؟ الماء بأي دليل؟ يأتي بآية قرآنية ويأتي بروايا الدليل على كما سأتينا أن المراد أنه يقول جُعل في الأرض مسجداً وطهوراً هذا دليل طهورية الأرض ودليل طهورية الماء وأنزلنا من السماء ماء طهوراً يقول هذه الآية القرآنية والرواية النبوية هذا دليلان على إطلاق الطهور على الماء والأرض خب إذا كان دليل على الإطلاق خب ما قيده فيتضح أن المصنف ظاهره شنوه هو الإطلاق يعني يريد مطلق الماء سواء كان الماء مبيح سبب للإباحة أو الأرض ما كان سبب للإباحة للدخول في الصلاة ولذا يصر العم كما هو الظاهر لأنه أطلق ظاهره الإطلاق لأنه لو كان يريد المقيد لقيده فما قيد الأرض بالإباحة أنه خصوص الأرض المبيحة ما قيد التراب ما قيد الماء المبيح فيتضح يراد منه مطلق الطهور فإذا كان الطهور عام فيراد من الطهارة أيضاً المطلق خب هذا وجه التعميم وحينئذن إذا قلنا أن المراد من الطهور هو المعنى العام كما هو الظاهر فهنا سيبدأ بالإشكالات يأخذ أربع إشكالات الإشكال الأول الإشكال الأول نحن نسأل سؤالياً طبعاً هذا إشكال الأول والثاني مبتني على فرضيتين على تقدير إشكال الأول يأتي على تقدير آخر إشكال الثاني نقول نسأل المصنف ما المراد من الطهارات هل تريد أنت تعرف الطهارات الثلاثة مطلق الطهارات يعني المبيح وغير المبيح يعني معنى العام الأعام أو تريد خصوص الطهارات الثلاثة المبيحة نسأل سؤال لا يخلو من حالين إما أنت يا شهيد الأول شهيد الثاني يأخذ إشكال على المصنف يقول يا مصنف أنت إما تريد من الطهور تريد من تعرف الطهارة خصوص الطهارة المبيحة أو تريد الأعام بناء على أنك تريد الأعام يعني تريد من الطهارات ليش تريد الأعام لأن الطهور كان معنى أعام فإذا الطهور معنى أعام إذا كان الطهور معنا أم الآن نسأل في الطهارة أنت تريد تعرف الطهارة معنا العام أو إذا تريد أن تعرف تريد من الطهارة مطلق الطهارة العام المبيح وغير المبيح يرد عليك إشكال ما هو إشكاله أنت خلاف مصطلح المشهور خلاف مصطلح أكثر الفقهاء وخلاف مصطلح أنت في كتب أخرى يعني الشهيد الأول والمشهور ماذا يقولون كيف يعرفون الطهارة عندما يأتون إلى تعريف الطهارة يعرفون خصوص يقولون مثلا من جملة تعريفها كذا يقولون أن الطهارة اسم للوضوء والغسل والتيمم على وجه يبيح الدخول في الصلاة مثلا فإذا يقيدونه بيا طهارة الطهارة المبيحة فأنت ماذا تريد أنت تريد الأعام فإذا إذا أنت أردت من تعريف الطهارة الأعام يرد عليك أن هذا خلاف إصطلاح أكثر الفقهاء هذا إشكال وخلاف مصطلحك أنت يا شهيد الأول في الكتب الأخرى لأن شهيد الأول في الكتب الأخرى ماذا يقول؟ يقول أنه اسم للوضوء أنه استعمال طهور مشروط مني على وجه استباحة الدخول في الصلاة يعني أيضا يعرف مثل هذا التعريف ولكن يقيد بالإباحة فإذا قيد بالإباحة فإذا أنت تريد تعرف خصوص الطهارة المبيحة ولكن هنا ماذا كان مبنىك؟ هنا أردت من الطهارة الأعام من المبيح وغير المبيح هذا التعريف يتناقض ويتهافت مع تعريفك في كتب أخرى ويتهافت مع تعريف المشهور الإشكال الثاني لو قلت له أنه شهيد الأول رب قال يقول أن شهيد الأول لا يريد من الطهارة خصوص المعنى الأعام من المبيح وغير المبيح حتى لا يخالف المشهور حتى لا يخالف رأيهم في كتب أخرى بل الشهيد الأول يريد أن يعرف الطهارة المبيحة فقط نقول ماكو إشكال صحيح من هذه الجهة لا يرد عليك إشكال أنك خالفت المشهور يا شهيد الأول وأنك خالفت رأيك في كتب أخرى هذا لقيت هذا الإشكال نعم كلامك موافق مع رأيك في كتب أخرى مع رأي المشهور هذا إشكال لا يرد ولكن يأتي إشكال آخر هذا الإشكال الآخر أن تعريفك لا يمنع الأغيار وهناك شرط في التعريف أن يكون المعرف التعريف مساوي للمعرف المعرف ما هو؟ لحظوا مرة عليكم في المنطق أن هناك بحث أنه عندنا معرف وعندنا تعريف أو معرف المعرف ما هو؟ المعرف عبارة عن الشيء الذي نريد أن نعرفه ما ما نحن فيه عبارة عن الطهارة يعني شيء مجهول نريد أن نعرفه فإذا الذي نريد أن نعرفه يصبح معرف بصيغة اسم مفعول وهناك أكو تعريف التعريف عبارة عن هذا التعريف مثلا الإنسان ما هو؟ يقال حيوان ناطق فالإنسان يصبح معرف وحيوان ناطق يصبح تعريف ففيما نحن في الطهارة معرف ما هو الطهارة؟ هذا معرف التعريف شي يكون التعريف عبارة عن استعمال وطهور مشروط مني هذا تعريف هناك شرطه في التعريف أن يكون هذا التعريف مساوي مع المعرف يعني الاستعمال طهور اللي هو التعريف مساوي مع المعرف اللي هو الطهارة لا أكثر من عنده ولا أقل من عنده يعني مساوي معه لا أخص من عنده ولا أعم من عنده أما فيما نحن فيه أنت عرفته التعريف لا يمنع ولذا بناء على هذه المقدمة يقولون أن لا بد أن يكون التعريف جامعا للأفراد مانعا من الأغيار مضطردا منعكسا مضطردا يعني يطرد الأغيار منعكسا يعني جامعا يعكس أفراده يعني يكون جامع لأفراده ففي هنا ينتقض يعني شون يعني يريد إشكال على التعريف ما هو إشكاله في طرده يعني هناك كذا كذا تعبير ينتقض في طرده ينتقض في عكسه إذا قيل هكذا التعبير هذا المراد من الانتقاض يعني ينتقض يعني شنو ينتقض في طرده يعني شنو يعني جامعا مانعا للأغيار هذا طرد ينتقض في طرده يعني يريد إشكال على أنه لا يمنع الأغيار بعبارة أخرى إذا قيل ينتقض في طرده يعني يريد على التعريف أنه لا يمنع الأغيار كيف لا يمنع الأغيار رح يشمل الأغيار لأن المراد من التعريف بناء على الشق الثاني شنو صار خصوص الطهارات المبيحة فنقول رح عندنا هناك مجموعة التعريف يشمله ولكنه ولكنه شنو التعريف يشمله ولكنه لا يراد يعني يكون من للأغيار لابد من إخراجه والتعبير يشمله العبارة واللفظ يشمله ما هي مثلا عندنا غسل المستحب الغسل المستحب على رأي المشهور القدماء على رأي المشهور يكون غير رافع للحدث أو عبارة أخرى غير مبيح للدخول في الصلاة لا يبيح الدخول في الصلاة يعني شخص يغتس الغسل المستحب مثل غسل الزيارة هذا لا يبيح الدخول في الصلاة إذا شخص توضأ يوضو غير رافع للحدث من قبيل شخص توضأ المجنب لرفع كراهية الأكل لرفع كراهية الإجمع ونحو ذلك هذا لا يبيح الدخول في الصلاة هذا الوضوء وكذلك التيمم التيمم بدل عن المستحب غلوس غسل المستحب وبدل عن التيمم غير الرافع طبعا إذا قلنا هكذا تيمم مشروع لأنه خلاف أن التيمم يعني شخص يريد يغتس الغسل الزيارة ما عندهما هل شرع في حقي التيمم بدل عن هذا الغسل؟ معلوم هذا خلاف بعض الفقهاء قالوا نعم بعضهم قالوا غير مشروع خب شخص يريد يتيمم يريد أن يتوضأ لرفع كراهية الأكل وهو مجنب خب ما عنده ماء يريد يتيمم هل يستطيع التيمم شرع في حقه؟ فيه لهذا الشخص ممعلوم إن قلنا بتشريع التيمم في هاتين الصورة يعني التيمم مشروع بدل عن الوضوء غير الرافع وبدل عن الغسل المستحب هذا أيضا التيمم يكون مصداق للنقضي خب يصدق على هذا الثلاثة يعني غسل المستحب يصدق استعمال طهور مشروط منية وكذلك على الوضوء غير الرافع يصدق استعمال طهور مشروط منية التعريف شملة اللفظ شملة ولكنه إحنا ماذا قلنا في التعريف؟ أن المرات شنو خصوص المبيح فإذا إذا كان المخصوص خصوص المبيح يرد إشكال أن تعريف استعمال طهور مشروط منية رح يشمل بعض الأفراد غير المبيحة والحال نحن لا نريد إلا خصوص الأفراد المبيحة لاحظ العبارة يقول وحين إذن يعني حين أن يكون المراد أريد من الطهور مطلق الأرض والتراب مطلق الأرض والماء وحين إذن يعني حين كون أريد من الطهور كما يأتينا في العبارة اللاحقة يرد عليه إشكال ففيه يعني في التعريف اختيار أن المراد هذا الشيء الأول هذا الإشكال إنما يرد بناء عليها فرض أن المراد من الطهارة الطهارة العم من المبيحة غير المبيحة أن المراد من الطهارة ما هو عم من المبيحة للصلاة وغير المبيحة للصلاة خب قد يقول لا يوجد إشكال خليه يكون العم الإشكال هو وهو خلاف إصطلاح الأكثرين يعني خلاف إصطلاح الأكثرية الفقهاء إصطلاح المشهور وأيضا من الأكثرية المصنف من المشور المصنف طبعا مين في هذا الكتاب؟ في الكتب الأخرى في كتاب الدروس مثلا أو ينتقض إما هذا الإشكال إذا كان المراد عام أو لا إشكال آخر ينتقض فيه طرد التعريف يعني طرد هي يعني شنو؟ يعني منع الأغيار ينتقض يعني لا يمنع الأغيار هذا طبعا لا يمنع الأغيار في صورة مول مراد عام مقابل العام شي صير إذا أريد خصوص المبيع طبعا هذا يحتاج إلى تأويل باعتبار أنه جعل أو ينتقض عطف على أن المراد يعني إما المراد العام فيريد إشكال خلافة الصلاحية الأكثر إذا أريد العام إذا أريد خصوص المبيح إشكال شنو؟ أنه ينتقض فيه طرد التعريف أنه لا يمنع الأغيار التعريف سيشمل الغسل المستحب لأنه استعمال طهور يعني استعمال الماء والتراب استعمال المي ومشروط بالنية ولكنه لا يبيح الدخول في الصلاة ونحن نريد خصوص المبيح الوضوء أيضا سيشمل التعريف الوضوء الغير رافع أيضا يصدق على هذا الوضوء استعمال طهور ومشروط بالنية يحتاج إلى قصد القربة ولكنه شنو؟ غير رافع للحداث ومو فقط غير رافع حدث ولا يبيح الدخول في الصلاة والتعريف شمله والحال أنت شي تقول أنه نحن أريد أعرف الطهارة المبيحة فقط ولفظ التعريف يشمله وأيضا سيشمل التيمم له بدل عن الوضوء غسل المستحق وبدل عن الوضوء غير الرافع من الحدث طبعا إن قيل بالبدل يعني إن قيل أن تيمم يقع بدلا عن هذين الموردين لأنه قلنا هاي مسألة خلافية والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل طيبين وطهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد